بسم الله الرحمن الرحيم بسمكم بضيفنا الكريم سمحت آية الله سيد كمان الحيدرة مرحبا بكم سمحت السيد أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سمحت السيد في البدء هل يمكن إجاز الخطوات التي ينبغي اتباعها لمعرفة من هم أهل البيت في آية التطهير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد في الواقع بأنه للذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكي نقف على المراد من أهل البيت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا المقطع الذي ورد في هذا المقطع من الآية التي وردت في سورة الأحزاب والتي تدل على عظمة أهل البيت وعلى اختصاص أهل البيت بمنقبة لا توجد لأحد تساوي هذه المنقبة في القرآن الكريم يعني من اختصاصات أهل البيت بغض النظر من هم أهل البيت من اختصاصات أهل في بيت النبي أن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم بنحو الحصر إنما يريد الله ليذهب إنما تفيد الحصر إثبات ما بعدها ونفي ما قبلها هذه الحقيقة التي أسس لها علماء كبار كالجرجاني وغير الجرجاني هذه الآية مختصة بأهل البيت نحن لا نجد في القرآن الكريم آية تشابه هذه الآية تعادل هذه الآية تعطي هكذا منقبة لأهل بيت غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومن هنا في اعتقادي أنه الآية تستحق أن نقف عندها حلقات كثيرة من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطير في الواقع أنا أتصور أن الخطوات التي لا بد أن نتبعها أو المراحل التي لا بد أن نقف عندها هي كما يلي المرحلة الأولى ما هو المراد من أهل البيت لغة وعرفا وفقها وهذا ما وقفنا عنده في الأبحاث السابقة قلنا بأنه الأهل البيت بحسب الاستعمال اللغوي له استعمال وبحسب الاستعمال العرفي له استعمال وبحسب الاستعمال الفقهي له استعمال فهل المراد من قوله أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مراد منه المعنى اللغوي مراد منه المعنى العرفي مراد منه الاستعمال الفقي الجواب اتضح في الأبحاث السابقة أن الأمر ليس كذلك المرحلة الثانية ماذا تقول النصوص الصحيحة الصريحة المتفق عليها المتواترة وإن شاء الله تعالى إذا صار وقت أبين لماذا أقول متواترة لأنه عدد الصحابة الذين نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا إشكال أنه يفوق الأربعة وخمسة التي هو الحد الأدنى لحصول التواتر والذي أشرنا إليه فيما سبق وهي روايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّنت اختصاص هذه الآية أو هذا العنوان وهو أهل البيت بمن؟ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا تشمل غير هؤلاء الخمسة يعني فيها بعد إثباتي وبعد نفي بعدها الإثباتي حصرهم تحت ثوب تحت كساء لا في موقع ولا في موقعين ونفى عنه ماذا غيرهم ونفى عنه أم سلمة وغير أم سلمة التي نزلت هذه الآية في بيتها وانا إن شاء الله تعالى إذا وفقت إن شاء الله سأقف في المراحل اللاحقة عندما أقول شأن نزول الآية ماذا تدل هذه النكتة المرحلة الثالثة ماذا قال علماء الإسلام في المراد بأهل البيت هل أن علماء الإسلام كبار علماء الإسلام قالوا أن هذه الآية مختصة بهؤلاء الخمسة أو قالوا أنها شاملة ماذا لغير هؤلاء الخمسة هذه المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة ماذا قال المفسرون في شأن نزول هذه الآية المباركة يعني أن أهل التفسير عندما جاءوا إلى هذه الآية ماذا قالوا في شأن هذه الآية وهنا واقع النكتة مرتبطة بشأن نزول هذه الآية لم يرد في أي تفسير يقول أن قوله إنما يريد الله نزلت ضمن آيات سورة الأحزاب أبدا كلها تقول عندما نزل قوله تعالى إنما يريد الله مع أنه هذا مقطع هي ليست آية منفصلة هي مقطع من آية ولكن كلها لا تقول يعني بعبارة أخرى عندما نرجع إلى الآيات المباركة التفتوا جيدا إليها لا تقول أنه نزل قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله تقول عندما نزل قوله إنما يريده مع أنه يشكل رب ثلث من آية واحدة نعم نزل منفصلة هذا هذا المقطع نزل منفصلة هذا لماذا أن أصحاب شأن النزول يقولون عندما جاء قوله تعالى إنما يريده بل تسمى آية التطير أحيانا سأل الآن أنا لا أريد أسميها آية التطير حتى لا يقولون أن هؤلاء يدلسون أنها ليست هي آية وإنما يقولون عنها آية لا 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 أعبر عنها وإذا عبرنا عنها آية مقصودنا هذا المقطع من الآية المباركة من سورة الأحزاب وهي الآية ثلاثة وثلاثين من سورة الأحزاب ولكن لماذا أن كل المفسرين يقولون عندما جاء قوله إنما يريد الله هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن هذه الآية نزلت بشكل مستقل عن الآيات السابقة عليها والآيات اللاحقة عليها وبهذا سيتضح لاحقا تنفص عروة وحدة السياق هذا بحثه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى المرحلة الرابعة من مراحل هذا البحث سيتضح المرحلة الخامسة هل هناك قراء داخلية وكذلك آيات أخرى تثبت لنا أن هذه الآية لا يمكن أن تشمل النساء النبي صلى الله عليه وآله التفتوا جيدا يعني نريد أن نبين الأدل على عدم الشمول نقول أنه لا يمكن هذه الآية تشمل النساء النبي وإنما هي مختصة بهؤلاء الخمسة فإذا انتهينا من هذه المراحل الخمس ننتقل إلى المرحلة اللاحقة وهو أنه ما هي أدلة القائلين بأن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية شامل لنساء النبي أو مختص بنساء ماذا؟ بنساء النبي لأن هناك قول يقول أن هذه الآية كما تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين تشمل النساء النبي أيضا نعم وقول آخر يقول لا هذه الآية مختصة بماذا؟ بنساء النبي يخرج علي نقص واقعا أحسنتم واقعا نريد أن نقف عند هذا القول بنحو علمي يعني من حيث الدلالة القرآني والمضمون القرآني ومن حيث الروايات الواردة في هذا المقام إذن انظروا جيدا البحث سوف يقع ماذا؟ في مراحل ست أشرنا نحن في الأبحاث السابقة إلى المرحلة الأولى من البحث نعم والمرحلة الثانية ووصلنا إلى المرحلة ماذا؟ الثالثة ماذا يقول علماء الإسلامي عن أهل البيت في الآية؟ هل هي مختصة؟ أو لا واتضح لنا دكتور في الأبحاث السابقة أن جملة من أعلام المسلمين قالوا أنها مختصة بمن؟ بهؤلاء الخمسة وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسني والحسين أحسنتم صار واضحا ولكن سيذكرت في الحلقات السابقة عددا من كبار أعلام المسلمين الذين صرحوا باختصاص هذه الآية بهم صلوة العلم يعني الخمسة نعم يعني هل هؤلاء فقط أن يوجد علماء أخرون؟ نعم في الواقع بأنه أنا أحاول أنه طبعا العلماء الذين صرحوا باختصاصها بهؤلاء الخمسة ليسوا واقعا واحد واثنين وخمسة وعشرة أكثر من هذا بكثير ولكن أنا أحاول أن أستند إلى كلماتي بعض هؤلاء الأعلام الذين توجد في كلماتهم نكات هذه النكات ليست تكرارية وإنما فيها إضافات بين هذه الحقيقة من أولئك الذين أشرنا إليهم في الحلقة السابقة الذين قالوا وصرحوا بأن هذه الآية أو أهل البيت مختص بهؤلاء الخمسة كما أشرنا هو في شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين ابن سعيد الطوفي المتوفى سنة 716 وهو حنبلي المذهب كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة وهنا أركز على المشاهد الكريم هذه الحقيقة أقول ما ذكره في الجزء الأول يعني محقق أو الذي كتب المقدمة وهو عبد العال عطوى أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قال إن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابن رجب بالتشيع ودافع عن هذه التهمة يعني أبطل هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية أجيزت بدرجة الامتياز من جامعة ماذا؟ القاهرة وسواء صح هذا أم دافعها سألعله أثبت أيضا أنا لا أعلم تلك الرسالة أنه كانت بصدد الإثبات يعني دافع عن صحتها ربما بل لعله دافع عن صحتها نعم لأنه يقول ودافع عن هذه التهمة على إله أحوال دافع يعني دفعها أو أنه أثبتها وحد لا بد أن ينظر المهم أن عبد العال عطوى يقول فإن شرحه لمختصر الروضة أدجاء كله جملة وتفصيل على أصول مذهب الحنابلة إذن كل ما ورد في هذا الكتاب في شرح مختصر الروضة لا أثر للتشيع فيه وإنما هو قائم على أساس نظرية أهل السنة والجماعة ولا أثر للتشيع فيه في أي جزئية منه بعد هذا إصرار كل مباحثه يعني كل ما جاء هنا موافق لنظرية أهل السنة والجماعة وكفى بهذا تقويما للكتاب وقيمة ودقة وعقا للكتاب هذا ما ذكره في الجزء الأول الذي هو بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي خب الآن ماذا قال ابن سعيد الطوفي الحنبلي في هذا المجال في هذا الكتاب في الجزء الثالث وهو شرح مختصر الروضة الجزء الثالث مؤسسة الرسالة في صفحة 110 من هذا الكتاب انظروا ما هي عبارته عبارة الكتاب هذه يقول أما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية يعني أن نساء النبي أيضا مرادات في هذه الآية إذن قوله أهل البيت يجمل نساء النبي ويجمل ماذا هؤلاء الخمسة فإنها من يقول ابن سعيد الطوفي الحنبلي فإنها هذه دلالة السياق فإنها وإن كان فيها بعض التمسك يعني يمكن أن يتمسك به كما يقول لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها وهي النصوص التي رسول الله ماذا لم يدخل أم سلمة وجعلهم تحت كسا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء من هؤلاء يعني علي وفاطمة والحسني والحسين والشاهد على ما أقول قال وعن أنس أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ثم يقول الصلاة يا أهل البيت مراده ماذا مراد هؤلاء الخمسة يقول ولكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها على أن أهل البيت خاص بهؤلاء فلا يفيدوا يعني لا يمكن الاعتماد على السياق لا يقدم لا يؤخر يعني حتى لو سلمنا هكذا أريد أن أتكلم بلغة علمية أهل العلم يفهمون ذلك حتى لو سلمنا أن السياق دال على شمول هذا العنوان وهو أهل البيت لنساء النبي وأزواجه فقول النبي وفعله يجعل ماذا يخصص ذلك العموم يعني يختص بهؤلاء قال فلا يفيد والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبي كقوله عز وجل ثم يبدأ من العلامة أو الإمام بن سعيد الطوفي يقول بأنه لا محذورة أن السياق وإن كان قبله وبعده مرتبط بالنساء أن يقع فصل ماذا بين الصدر وبين الذيل إلى أن يقول وبالجملة صفحة 119 وبالجملة فاعتراضات العربية والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون هذا ليس على خلاف البلاغة القرآنية وهو أنه في سورة النام في سورة النقمان في سور متعددة حتى أن الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد وكل واحدة في معنى مع أنه جملتان أحسنتم جزاك الله ومن استقرأ ذلك ونظر فيه عرفه وحينئذ قوله عز وجل إنما يريد الله وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة المبينة بذلك القولية والفعلية أحسنتم إذن بيان فني علمي وهو أنه حتى لو سلمنا أن الآية دلالة السياق تدل فإنه لا محذور في أن نقول بأنه ماذا أنه هناك كلام ولذا تجدون أن جملة من الأعلام المسلمين أكدوا هذه الحقيقة من هؤلاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي الجزء الثاني في الصفحة 247 قال فإن قال قائل فإن كتاب الله يدل على أن أزواء جنبي هم المقصودون بتلك الآية لأنه قال فكان جوابنا أنه ما قبلها وما بعدها كان بنحو وهذا المقطع من الآية بنحو آخر حسنا ما هو ما هو الفرق بينهما واقعا أنا الآن ما أريد أدخل في بحث السياق لأنه هذه أريد أأتي إليه في محله وأقف عنده انظروا انظروا الآن يعني هذا يكفينا وهو أنه نجد أن الضمائر السابقة عليها ماذا نون النسوة والضمير اللاحق واذكرنا ما يتلى في بيوتكن نون النسوة أيضا نون ماذا نون النسوة ولكن هذا نون النسوة لنون جمع المذكر جمع المذكر أحسنتم قال ويطهركم عنكم ونحو ذلك هذا أولا وثانيا أنه فيما سبق قال في بيوتكن جمع واذكرنا ما يتلى في بيوتكن في القرآن الكريم بيوت النبي أحسنتم متعدد لا يجعل للنبي بيتا ماذا لا تدخل بيوت النبي لا تدخل بيوتا جيد ولكنه هنا أفرد لماذا هذا لا أقل هاتان القرينتان كافيتان لتبين لنا أن السياق محفوظة وغير محفوظا غير محفوظ فإذا لم يكن السياق محفوظا جاءت السنة لتبين ما هو المراد من أهل البيت في الآية السنة القولية والفعلية من رسول الله التي صرحت بنحو متواتر لا أقل بنحو كثير أن المراد منه من هؤلاء الخمسة الذين أشرنا إليهم جيد ومن أولئك الأعلام الذين عرضوا لهذه المسألة بود أن المشاهد الكريم يلتفت إلى نكتة جديدة يشير إليها الإمام العسقلان الإمام العسقلاني في فتح الباري الشرح صحيح البخاري الإمام العسقلاني الجزء السابع في صفحة 173 هذه عبارته أنا أولا قبل أن أقرأ عبارة الإمام العسقلاني بودي أن أقرأ بعض الروايات الواردة فيما يتعلق ببيت خديجة أو ما يتعلق بخديجة أم المؤمنين وهي أولى أزواجي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفضله النعام بل أحسنتم وأفضل نسائه على الإطلاق في صحيح البخاري في صحيح البخاري في المطبوع في المكتبة السلفية المجلد الثالث صفحة 46 هذه الروايات أنا أشير إليها صفحة 47 طبعا الباب باب تزويج النبي صلى الله عليه وآله خديجة وفضلها رضي الله عنها أنا أقرأ بعض الروايات الرواية الأولى عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي هسا لا بد أن نعرف أن هذه الغيرة كانت محمودة أو مذمومة له حديث آخر وهو أنه الآن لا أريد أن أدخل فيه ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله يكسر ذكرها وربما ذبح الشات ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في الصدائق خديجة لأجل حسنت فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يظهر منه قولا وفعلا كأنه لم يتزوج امرأة إلا ماذا وعجيب هذا النص هذا في صحيح البخاري يعني أن رسول الله هكذا كان يعطي هذه القيمة والعظم ماذا لأم المؤمنين بل أم أمهات المؤمنين خديجة قال كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد دون غيرها التفتوا جيدا هنا هذا المقطع اللي وارد في صحيح البخاري أنا بيودي المشاهد الكريم يلتفت أنه لو كان له من غيرها أيضا ولد إذن لم يكن هناك اختصاص ماذا لخديجة قوله وكان لي منها ولد كأنه يريد يقول ماذا فقط من هذه كان لي منها نعم وارد سمح سيد ورزقني ولدها وحرمني ولد غيرها المهم مهكذا إذن أنه بناته تزوجها عثمان أو لا يتبين بأن هذه بناته أو ليست بناته ليست بناته من هذا النص واضح جدا بأنه أساسا الذي كان له منها ولد ماذا فقط خاضي هل سأل مهم إن شاء الله تعالى هذا وهو في البخاري وهو في البخاري عليه لحوة الرواية الثانية قال قلت لعبد الله بن أبي أوفا بشر النبي صلى الله خديجة قال نعم ببيت الرواية حدثنا يحن عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما بشر النبي خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب رواية الثالثة أتى جبرائيل النبي الله أي مقام هذا وهذا طبعا أنا عندما أقول هذا لم يثبت لغيرها من النساء أبدا تقول لروايات تقول أن عائشة أيضا ورد فيها أقول هذه روايات مختصة وليست روايات ماذا هذه الرواية متفق عليها ونحن قلنا أن الرواية الصحيحة الصريحة المتفق عليها بين علماء المسلمين هي العجة أحسنتم قال أتى جبرائي للنبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني هذا مقام خديجة وهو من اختصاصات خديجة لا يوجد في غيرها الله وجبريل يسلمان عليها فإن قلت يوجد عندنا في عائشة أو في غير عائشة كذا الجواب روايات اختصاصية حجة على من يعتقد بها أما هذه الروايات ماذا صحيحة صريحة متفق عليها فهي حجة على ماذا على الجميع جيد وبشرها جبرائيل يقول وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب جيد جدا هذا أنا قرأت هذه الروايات قد يقول القائل سيدنا ما علاقة هذه الروايات ببحثنا هذه الليلة الجواب انظروا ماذا يقول من الامام العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء السابع في صفحة مئة وثلاث وسبعين بعد ان يبين هذا البيت يقول هذه العبارة عجيبة هذه يقول وفي ذكر البيت معنا اخر نعم بشرها انه الله يبني لها بيتا ماذا في الجنة قال وفي ذكر البيت معنا اخر لان مرجع اهل بيت النبي اليها عجيب اذا النساء لا ترجع الى خديجة هل نساءه يرجعن الى ماذا الى خديجة هل آل علي يرجعون الى خديجة هل آل العباس يرجعون الى خديجة آل عقيل يرجعون الى خديجة آل جعفر يرجعون الى خديجة وكلهم لا يرجعون ابدا ارتفتوا إلى التعبير يقول لأن مرجع أهل بيت النبي إليها أصلا النبي إذا كان له بيت فهو هذا البيت ليس وتلك بيوت النسائه بيوت النبي بيوتكنا نسب البيوت الجمع إلى من؟ إلى النساء إلى النساء مو إلى النبي نعم في مكان آخر قال بيوت النبي بل بل أحسنتم للعلاقة ولكن بيته الأصيل التفتوا إلى العبارة هذه مو عبارة الإمام العسقلاني يقول يقول لأن مرجع أهل بيت النبي إليها إلى من؟ إلى خديجة خب كيف أيها العسقلاني قال لما ثبت في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت أم سلمة لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وعليا والحسن والحسين فجل لهم بكساة فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي الحديث أخرجه الترمذي وغيره ومرجع أهل البيت هؤلاء يعني الأربعة إلى خديجة خب أيها العسقلاني كيف هذا أولاء رجعوا إلى خديجة قال لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنت ماذا؟ خديجة إذن بالمآل الحسنان يرجعون إلى من؟ إلى خديجة وعلي كيف رجع إلى خديجة؟ يقول وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها فظاهر التفتوا هاي الجملة احفظوها جيدا من الإمام العسقلاني فظاهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها أحسنت كلام المنصفين هذا أنا مو كلامي أيها المسلمون في العالم شارح صحيح البخاري رجل هذا شارح صحيح البخاري وأنتم تعرفون بأن العسقلاني أواحد من كبار الأئمة الذين يعتمد عليهم في مثل هذا المجل إذن عندما قالت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت الإمام العسقلاني يقول نعم يراد به بيت نسائه ولكن لا كل نسائه بل من فقط خديجة لأن من ثمرتها هذه العترة الطاعة هذه العترة الطاعة ومنها المهدي الذي نتحدث وغيرهم ومن ثمرتها أحسنتم المادي المنتظر الذي يعتقد به جميع علماء المسلمين لا يختلفون أحد أنه من ولدي فاطم من ولدي فاطم أحسنتم أحسنتم دكتور إذن واقعا هذه البركة مستمرة يعني هذا العطاء الذي وجد في هذا البيت الأصيل وهو بيت أم المؤمنين خديجة وهي أفضل نسائه وهي من سلم عليها الله وجبريل باتفاق علماء المسلمين هذا البيت هو الذي قال الله عنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت هذا هو البيت أقرأ العبارة مرة أخرى المشاهد الكريم حتى يلتفت قال فظهر رجوع أهل البيت النبوي وكأنه ليس له أهل إلا هذا البيت النبوي نعم بيت النبوي هذا باله فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى من؟ إلى خديجة دون غيرها وهذا بيان دقيق علمي مستند وهو أنه إذا ثبت أنها كذلك فعند ذلك بعد لا مجال للكلام فيه جيد وهو أيضا سمح سيفي صحي البخاري نعم تقول لهم من عائشة عجوز أبدلك الله خيرا منها يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها ولا يمكن بلي ولا يمكن أن يهدي له خيرا منها هذا أيضا أن نستمر له نعم إذا تحبونا ذهب لا فاصل جيد طيب مشاهد الكرام فاصل ونعد إليكم فانتظرونا لك اشتاق الثراء على خلقي قني صفضاء على أرواحنا لنرى جمالا آخرى آخرى في يوسفياتك الروح هامت فاذر أصابعها والفتونا لو بسكاك لحبك طارت وقطعت برؤاك العيون فكل ذراتنا ألف قيس مولا يذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا مرحبا بكم مشاهد الكرام ونجددنا ومرحبا بسماحة سيد مرحبا بكم سماحة السيد الله أحفظكم هذا ما يقوله طبعا الآن كما قلت للمشاهد الكريم أنا لا أريد أن أدخل في نص الرواية التي وردت في صحيح البخاري لأن الروايات كلها صحيحة وصريحة تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله إياها خب إذا كان هذه الغيرة من الحسد وقعا هل بعد تكون مشمولة لقوله ويطهركم تطهيرا هل من صفات المطهر الحسد هل هل من صفات ويحسد الأموات دون الأحيان أحسنتم وهي من أمهات المؤمنين وقد توفيت وذهبت إلى ربها ليذهب عنكم الرجس أليس الحسد من الرجس ومن شر حسد إذا حسن المهم إن شاء الله تعالى هذا بحثه سيأتي في محلي الآن قلت لا أريد أن أعلق على الرواية وبحث ذلك سيأتي من الأعلام الآخرين الذين صرحوا باختصاص هذا العنوان بهؤلاء الخمسة العلامة المناوي في كتابه فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمد عبد السلام المجلد الثالث دار الكتب العلمية هناك في المجلد الثالث صفحة تسعة عشر توجد هذه العبارة بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا قال إني تارك فيكم إشارة إلى حديث الثقلين بعد وفاتي يعني هذا يشرح الحديث العلامة المناوي خليفتين زاد في رواية أحدهما أكبر من الآخر وفي رواية بدل خليفتين ثقلين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين سماهما به أي بالثقل لعظم شأنهما كتاب الله أي القرآن حبل أي حبل ممدود ما بين السماء والأرض قيل أراد به عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه كتاب الله كتاب الله التفتوا جيدا وعطرتي قب قد يأتي السائل يقول من مراد من العطرة يقول العلام المناوي يقول وعطرتي بمثنات فوقية أهل بيتي تفصيل بعد إجمال من هم العطرة لو سألنا يا رسول الله من هم العطرة قد يكون مجمل قال تفصيل بعد إجمال بدلا أو بيانا أيها العلام المناوي من هؤلاء أهل البيت قال وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم ماذا التطير التفتوا جيدا هذه نكتة مهمة أن العلام المناوي يربط بين أهل البيت في آية الأحزاب وبين حديث ماذا حديث الثقلين حديث الثقلين ويقولهم أهل الكساء أحسنتم لأنه أحنا حديثنا أساسا لماذا دخلنا نحن في حديث الثقلين لماذا دخلنا في آية التطير لنرى منهم أهل البيت في حديث ماذا الثقلين نجد أن العلام المناوي يربط بماذا يربط حديث الثقلين بقوله تعالى إنما يريد الله ليذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وهذه نكتة مهمة لا بد أن يلتفت إليها أيضا الأعزاء ومن أولئك الذين صرحوا بشكل واضح وصريح وأنا بيودي أن المشاهد الكريم يقف لدقائق عند هذه النقطة وهو ما جاء في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي المتوفى 656 هجرية وهذا غير صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن المتوفى 671 من الهجرة إذن المفهم وهو القرطبي غير ذلك القرطبي الذي هو الجامع لأحكام القرآن في هذا الكتاب وهو الجزء السادس حققه وعلق عليه وقدم له دكتور فلان وفلان ويوسف علي بدوي ومحمود فلان ودار بن كثير دمشق بيروت خلي نشير أيضا إلى الطبعة حتى أن المشاهد الكريم يلتفت الطبعة الرابعة في سنة 1429 من الهجرة قال دمشق بيروت إلى آخره إذن الطبعة الرابعة الجزء السادس في صفحة 302 من هذا الكتاب وصفحة 304 من هذا الكتاب أنا بيودي أولا قل نقرأ الروايات الرواية يا ابن أخي الرواية أولا الرواية الواردة تقول وهي فضائل أهل البيت عن عائشة قالت خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طبعا وهنا خصوصية في هذا القول النبوي والفعل النبوي وهو أن هذا الفعل النبوي والقول النبوي لم يأتي عن سؤال وإنما رسول الله ابتدأ بهذا العمل لو كان السؤال وأجاب لكنا نقول خب يريد أن يبين يحسنتم أما لا ابتداء رسول الله هذا معنى أنه يريد يبين حقيقة من حقائق هذا الدين وإلا لماذا يباشر بنفسه ويبين هذه الحقيقة ويتلو الآية ويجعلهم تحت الكساء أو الثوب إلى غير ذلك جيد إذن هذا ما ورد في النص الذي قرأنا المفهم من أشكل من تلخيص كتابي مسلم التفتولي جيدا في رواية أخرى يقول فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته جيد هس هنا قد يقول قائل بأنه أساسا إذن النساء ماذا من أهل بيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم هسا انظروا تعليقات الإمام القرطبي على هذه الأحاديث أنا أبين أولا المطلب حتى أنه يتضح الإمام القرطبي يقول لا بد أن تلتفتوا أنه يوجد هناك بحث التفتوا بحث لغوي وعرفي وليس كلامنا فيه نعم ويوجد هناك بحث فقهي وليس كلامنا فيه ويوجد هناك بحث في آية التطيير من المراد بأهل البيت يقول لا إشكال ولا شبه أن عن عن عنوان أهل البيت العرفي واللغوي يشمل ماذا؟ يشمل النساء نعم ولا إشكال أن أهل البيت الفقهي تحرم عليهم الصدق وهم من آل علي وآل عقيل وآل جعفر ولكن نحن ليس حديثنا في عنوان أهل البيت نحن بحثنا في أن هذه الآية تشمل هؤلاء أو لا تشمل الجواب يقول لا تشمل قطعا أحسن التفتوا جيدا أن هذا العلم ملتفت بأنه لا ينبغي أن نخلط بين البحث الفقهي والبحث اللغوي والعرفي والبحث ماذا؟ أحسن نعم هي التي تعمره وتلازمه وتقوم بمصالحه وكذلك إجابة زيد بأن قال نساؤه من أهل بيته يعني من أهل بيت ماذا؟ بهذا المعنى العرفي اللغوي أي بيته المحسوس يعني بيوته بيوتكنا بيوت النبي وليس هو المراد هنا إحنا مبعثنا في هذا ليس بحثنا في البيت المحسوس ليس بحثنا في البيت اللغوي أو العرفي في البيت النبوة نعم بمعناه وليس وليس هذا لذلك قال في الرواية الأخرى في جواب السائل لا يقول في مكان آخر قال لا هنا قال نعم هذا يشير أنه لا يوجد تناف بين الروايتين الرواية التي قالت نعم إشارة إلى البيت العرفي والفقي قالت لا إشارة إلى البيت المعين أي ليس نساؤه من أهل بيته المعنى هنا لكنهم أصله وعصبته ثم عينهم بأنهم هم الذين حرموا الصدقة جاء إلى البحث ماذا الفقي أي الذين تحرم عليهم الصدقات الشرعية وقد عينهم زيت تعيينا يرتفع معه الإشكال فقالهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس فقيل له أكل هؤلاء تحرموا الصدقة قال بلي من الناحية الفقية لكن ليس كلهم مطهرين التفت أما عندما يأتي إلى قوله إنما يريد الله التفتوا جيدا هذا أين ذكره في صفحة ثلاثمائة وأربعة وصفحة ثلاثمائة وخمسة أما عندما يأتي في صفحة ثلاثمائة واثنين انظر ماذا يقول يقول في ذيل قوله إنما يريدون لأن النبي قال وقراءة النبي هذه الآية كلام الإمام القرطبي وقراءة النبي هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَاهِرَكُمْ تَطِيرًا دَلِيلٌ مُشاهِدٌ مُمُؤَيِّدٌ مُعْلَامَةٌ دَلِيلٌ يستدل يقول دَلِيلٌ على أن أهل البيت المعنيون في الآية هم المغط مغطون بذلك المرط في ذلك الوقت حصرهم دون غيرها المعنيون في الآية نعم لا بأنه اللغوي ولا الآية مو البحث اللغوي مو البحث العرفي مو البحث الفقهي تحرم عليهم الصدر قاله في صفحة ميزهم قال بيته المحسوس يصدقوا ولذا هنا بشكل صريح وواضح نحن نقول بفم ملآن نقول إذا كان الحديث في البيت وأهل البيت اللغوي العرفي الفقهي نعم قد يصدق أهل البيت على ماذا على نسائه ولا إشكال في ذلك والقرآن استعمل ذلك أنتوا لا تحتاج أنه ذلك انظروا إلى هذه الآيات التي وردت في سورة وردت في سورة هود الآية في سورة هود آية 73 من سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هنا أطلق أهل البيت وأريد به ماذا المعنى اللغوي المعنى العرفي هذا الذي أشار إليه قال فإن الزوجة هي أصل البيت وهو المراد به بيته المحسوس لا إشكال في ذلك نحن لا نناقش في هذا لم نقل نحن في القرآن كلما ورد أهل البيت ورد بمعنى علي وفاطنه وحسن الحسين أو أولاده حتى تقولون إذن ما تقولون فيها الآية نحن نقول آية التطهير ببيان سنة النبي صلى الله عليه وآله القولية والفعلية حصرتهم أو الآية الواردة في سورة يوسف الآية واستبق الباب الآية 25 وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء ومراد من أهلي يعني زوجه مراتك نعم مراته لا إشكال أنه استعمل الأهل وارد به أسر بأهلك بقطع منه جزاك الله خير أو ما ورد أيضا في الآية 29 من سورة 29 من سورة القصص انظروا إلى قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إذن الحديث التفتوا جيدا العلامة أو الإمام القرطبي ملتفت يقول بأنه أهل البيت في آية التطهير شيء وأهل البيت العرفي واللغوي والفقهي ماذا شيء آخر انظر يقول وقراءة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إنما يريد الله دليل على أن أهل البيت أهل البيت مو اللغوي مو العرفي مو الفقي المعنيون في الآية أحسنتم التفت جيدا يعني رسول الله لماذا قرأ هذه الآية رسول الله وجماعتهم كنت تستطيع تقول اللهم هؤلاء أهل بيتي لماذا تقرأ الآية يريد يقول الآية ليقول مراد من أهل هؤلاء خاصة خاصتي لا تشمل غيرهم يقول قراءة النبي دليل على الاختصاص قراءة النبي في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت نعم طبعا إذا عندي وقت دقيقتين أو ثلاث بل وهذا المعنى واضح من كلمات أئمة أهل البيت أنفسهم يعني الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو واحد من هؤلاء الذين شملهم انظروا إلى هذا النص الوارد في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة هناك في الصفحة مائتين وتسعة من الكتاب قال وأخرج الطبراني في الكبير بإسنادي رجاء بإسناد رجاله ثقات عن أبي جميل أن الحسن بن علي حين قتل علي استخلف فبينما هو يصلي بالناس إذ وثب عليه رجل فطعنه بغنجر في وركه فتمرض منها أشهرا ثم قام فقطب على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراءكم وظيفانكم وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ 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 الْلَذِينَ علي بن أبي طالب فإذن هو أحسنتم إذن عندما ننظر إلى هذه القضية نجد أنها واقعا واضحة في كلمات علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين ويظهر لماذا سد النبي الأبواب إلا هذا البيت إلا هذا الباب لأنه بيت مطهر لأنه بيت مطهر لم يسد نباب أجزاك الله خيرا على هذه النكتة القيمة التي أشرت إلي وإن شاء الله إذا وفقنا واقعا في الأسابيع القادمة سنشير هذه هي نكتة أنه أغلقت الأبواب إلا باب ماذا إلا باب علي وفاطمة لماذا لأن هذا البيت بيت طاهر حكمه حكم ماذا حكم المسجد ومن هنا جعل له ماذا طريق إلى المسجد أما أغلقت كل الأبواب وهذا ما سنقف عليه لعله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم شكرا لكم سمح سيد معنا الأخ علي من السعودية تفضلوا أخ علي أخ علي تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا تحية طيبة للدكتور والسلام حياكم الله حياكم الله أهلا فقط عندي ملاحظة بس أنه للأخوان أهل السنواء والجماعة وموافقين كثيرا والأخوان الوحبية أيضا طيب أنه تمسكنا بأهل البيت وإصرارنا على أن أهل البيت هم الخمسة مش تمسك ب عادات أو تقاليد أو كذا نعم وإنما بحجة طيب أعني ما أعنيه والذي أريد أن أصل إليه أن السيدة زينب عليه السلام وهي أخت الحسن والحسين بنت الإمام علي بنت السيدة فاطمة الزهراء ليست داخلة في أهل البيت بالمصطلح الذي تعنيه الآية نعم أحسنتم أحسنتم أرزاكم الله خيرا أخبر خير الملاحظة لذي أخبر خيرا بلين أحسنتم ولذا لا يشكل علينا أحد لماذا تميزون نقول والبعض يخرج على الفضائيات يقول أنتم لماذا تميزون بين آل النبي وأهل بيت النبي بعضهم تقول تتمسكون بعضهم لا تتمسكون آل عقيل آل عباس آل جعفر آل علي لا لا أبدا نحن إنما تمسكنا بهؤلاء الخمسة لأن النبي صلى الله عليه قال تمسكوا بهؤلاء ما إن تمسكتم بهما يعني القرآن وعطرة أهل بيت كما قال علام المناوي لن تظلوا ولكن ما قال لنا كما ذكر الأخ العزيز المتداخل ما قال ما إن تمسكتم بزينب مع عظم قدري وشأن ماذا زينب سلام الله عليها نحن إنما أخرجنا الآخرين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ماذا هو الذي أخرجهم لا فقط أخرج هؤلاء أخرج نساءه أخرج أمثال أم سلم أخرج الجميع وأنما حصل هؤلاء إذن القضية الأصلية هي هذه وهي أن التمسك ومعنى التمسك مو المحبة لا يغالط البعض مباشرة يقول أيضا نحن أيضا نحب أهل البيت لا 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 يوجد في اللغة العربية أن التمسك بمعنى ماذا بمعنى المحبة المحبة شيء والتمسك بنحو لا تظلوا بعد أبدا شيء آخر ومن هنا يتضح أيضا رواية أنه أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعد أبدا في رحلته في مرضه الذي قال أكتب لكم أوتوني بكتاب دوادوات أكتبوا كتابا لن تظلوا عجيب مستعمل لفس اللفظ الذي ورد ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا نفس النص وهذا خير شاهد لنا ومن ذلك منعوه من الكتاب لماذا منعوه وإلا لو كان كما يقول بعض عوام المتكلمين أنه كان يريد أن يكتب خلافة أبي بكر وكذا لماذا يمنعه عمر بل كان لابد أن يصر على أنه ماذا على أن يكتبه وإن رجل لا يهجر طيب إذن شكرا لكم سمح وشكرا للأخ علي من السعودية معنا الأخ صباح من العراق تفضلوا أخ صباح تفضلوا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم عليكم السلام تفضلوا حياكم شيدنا فالدليل بسيط إن شاء الله خول أن هؤلاء يخالفون فقط من المتحدث والدليل أنهم لو كانوا يعتقدون أن دوجات النبي من أهل البيت تتبعونا وكانوا حينما نذكر أهل البيت مصلي على محمد وآل محمد توقفهم عن ذكر أهل البيت يدل على أن يحرشون أن النساء النبي لم يدخل في هذه الآية وأن أشكركم جزيلا أحياكم الله شكرا على هذه النقطة اللطيفة التي يشرتم بها يقول لماذا يقولون صلى الله عليه وسلم إي مع أنه لو كان المراد النساء وأنا أتصور بأنه قالوا كما يقول الأخ العزيز أنه قالوا يعلمون ببواطنهم وبقرارة أنفسهم أن أهل البيت عنوان مختص بمن؟ أحسنت إذن نعم أحسنتم وهم الآل الذين تجبوا صلاة وعليهم أحسنتم شكرا لكم نعم من معنا معنا اتصال آخر من معنا طيب يوجد اتصال آخر الأخ شاكر من الكويت تفضل وأخ شاكر نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الجليل تكلمت بالنسبة للآية التي كانت مع نبي الله إبراهيم وصار عليه السلام أن يا ولتا أنا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيء قد هذا الأمر أجيب قالوا هتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته طيب طيب نعم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت طيب نعم أهل البيت هنا مولانا نزلت في سارة عليه السلام وليس هاجر وسارة بتعم إبراهيم عليه السلام فيكون أصبت لأن الآل آل البيت هم أصبت الرجل طيب طيب نعم يعني قصد يعني مدن لا 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 أبدا وإنما ذكر زوجه أعم من أن تكون بنت عمه أو لا تكون أخير أحسنت لا 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 أبدا نعم فإن لن رسول الله أيضا بنات عمه وبنات عمه هذا مضافا إلى أن الآية يريد أن تركض على أنه هنا المقصود هي الزوجة بغض النظر أنه من آله أو ليست من آله أبو رحمه وبركة ليس تطهير بهذا الحظ وموضوع رحمه وبركة أحسنتم نعم معنا اتصال آخر معنا الأخ محمد من العراق أبو محمد من العراق تفضلوا أبو محمد تفضلوا طيب أبو محمد من العراق تفضلوا أبو محمد من العراق تفضلوا طيب معنا الأخ أبو سجاد من إيران الأخ أبو سجاد تفضلوا السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركة صلى الله عليه وآله تفضلوا عليكم السلام تفضلوا شيخنا نسمحها إلى أخوال من جنابك تمير القلب الله يخفضك إن شاء الله فما نقع لها أثر في يعني العالم الإسلامي أثر مثل ما الأثر موجودنا في طريق الدين ما نلقى مثل جوابعتهم يعني هذه الروايات تفضلين على هجوم بيها بسلاة تذكراتهم طيب يعني سمحت السيد بينا الغرض أخي اسمح لي أخي الكريم أبا سجاد قال السمح سيد ليس غرضي من هذا البرنامج وهذه الأبحاث أن يتأثر فلان أو لا يتأثر أن ينتقل من مذهب أو غلا من قال لك لا يوجد أثر أما الأثر فالأثر كبير والحمد لله بدليل الاتصالات الاتصالات الموجودة تأثيرها موجود اطمئنوا بأنه كثير من أبناء العالم الإسلامي من المسلمين بمختلف اتجاهاتهم يتابعون هذه البرامج وتؤثر أثرها عندما أقول تؤثر أثرها ليس بالضرورة يعني أريد يقول أنهم سنة يكونون شيء أبدا يتضح لهم بأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هكذا كان مقامهم بالنسبة إلى رسول الله وأنه مع الأسف الشديد أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من وهابية وغيرهم يحاولون إقصاء أهل البيت عن المعارف الحقيقية عن الإسلام أحسنتم نعم إذن معنى الأخ أبو كوثر من لندن تفضلوه من قناة الكوثر المحترمة بأن يزيدوا عدد حلقات برنامجي وطارحات في العقيدة ونطروحها المهدوية حقيقة نحن نشوف لزيادة القاعدة الجماهيرية الواسعة لهذه البرامج لذلك من المنطلقة أنه نطلب وبشدة من إدارة قناة الكوثر المحترمة أن يزيدوا عدد الحلقات حقيقة الحلقة واحدة بالأسبوع ما تكفي يعني يا جماعة وخصوصا يعني السيد حتى يتمكن من أن ينهي أكبر قدر ممكن من البحوث حتى الفائدة تعمل الفائدة تكبر أكثر حتى نستفاد من سماحة السيد أكثر هذا وجزاكم الله خير الجزاء ومشكورين والسلام عليكم شكرا على مداخلة الأخ العزيز ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يستمع القائمون على هذه البرامج أنه يعطو وقتا أكثر نعم معنا لأخ أبو عبد الحميد شكرا لأخ بيك أوثر معنا لأخ أبو عبد الحميد من السعودية أبو عبد الحميد تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله سيدنا أنت السبوع القادم قلت كيف تخلي عن غذيركم الخبيث القادم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى يقول في الأسبوع القادم إذا أمكن أدخلوا في بحثي غذير نعم هو وعد سمحا إن شاء الله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في الأسبوع القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم لعله إما برنامج واحد أو لعله برنامجين أقفوا عند حديث الغدير وأقفوا عند أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نعم أحسنتم الأخ عمر من السعودية تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عمر من سوريا ها من سوريا نعم الصوت عندي ليس واضحا عن طيب عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا نعم سيدنا هل يمكن الربط بين قوله سعالة وعتصوق حبل الله جميعا ولا تفرقوا بحديث الرسول الأعظم كتاب الله وعترض حبلان ممدودان نعم طيب وشكرا طيب حياكم الله حبل ممدود نعم معنا الأخ كامل من هولندا تفضلوا أخ كامل كامل من هولندا تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السماح السيد والدكتور دكتور سالم الأخ اللي اتصل من إيران أبو سجاد لم يقول تأثير ولكن قال أثر أنا بس لأن الأخوان الأحوازين يقصد ما كان أكو أثر من الردود من ردود العلماء يعني يقول بل نعم ما وصل الصوت ولا حمدين ملتفتنا إلى النقطة التي تشير جيدة يأتي من كتبهم من كتب القوم ولكن لا يوجد رجب عندهم واضح واضح شكرا جزيلا لكم على هذا التوضيح جزاك الله أخي العزيز جزاك الله خيرا أخي العزيز طيب شكرا جزيلا يعني يقول بأنه الأخ العزيز اللي تصل من الأهواز أو من إيران أبو سجاد عندما قال ما كو أثر مو مقصود أن البرنامج غير مؤثر وإنما مقصوده أنه لا نجد ردا منهم لهذه الأبعاد كأن الكلام لا يعنيهما كأنه لا يوجد عندهم رد لما نقول شكرا 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 ونعتذر للأخ أبو سجاد لأنه ما ملتفتنا إلى أصل كلام طيب الأخ عمر من سوريا يسأل عن الربط بلي 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 نعم هناك ربط واضح إخوان الأعزاء في كثير من الآيات أو لا في عدد من الآيات القرآنية القرآن يبين الكبرى إن صح التعبير يعني يبين المبدأ نعم ولكن تطبيق هذا المبدأ يكون على يد من بالسنة النبوية يعني يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جيد هذا الحبل ما هو فلان يقول أنه فلان وفلان يقول أنه فلان وفلان يقول فلان طريق فلان طريق رسول الله هنا حتى لا تشتبه الأمة ولا تظل الأمة يأتي ويعين المصداق يقول أن المراد من الحبل هو الكتاب والعترة حبل مندود دعم حبل مندود كتاب الله وعترة أهل بيتي حبل واحد هذا ليس تبادل الذين أنه يوجد عندنا حبلان أحدهما كتاب الله والآخر العطرة بدليل نعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس أحسنتم حبل واحد أحسنتم حبل واحد هذا الحبل الواحد بوجه من وجوهه هو القرآن والوجه الآخر هو ماذا هو الناطق هو الناطق باسم القرآن وهم العطرة ولذا قال وإنهما لن يفترق فإذن مو حبلان وإنما هو حبل واحد وجه منه هو القرآن والوجه الآخر بتعبير آخر إذا أردنا أن نقايس بين القرآن وبين العطرة فإن القرآن هو الكتاب اللفظي والوجود اللفظي لمعارف الدين أما الإمام فهو الوجود الخارجي لمعارف الدين وبتعبير آخر وردت في رواياتنا أن القرآن هو الكتاب الصامت وأن الإمام هو القرآن ماذا هو القرآن الناطئ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا شكرا لكم سمحت أية الله سيد كمال حدر شكرا لكم مشاهد الكرام إلى اللقاء في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته